سلام الله على جميع الوردات اليوم جبت لكم حلوة اسمها كوكيز حلوة ماشي صعيبة سهلة التحضير راح نشوف المقادير مع بعضانا عندنا كما يمكن تشوف المكونات عندنا مياه وعشرين قرام مارغارين عندنا عشرين قرام سكر رطب لدي بيضة كاملة وصفار بيضة لدي سبعين قرام عسل لدي ستين قرام بيبيتو شوكولات لدي ستين قرام كوكاوم حمص ومرحي رقيق شوية لدي ستين قرام زبيب خضر كما بغيته زبيب كنت شمخته في الماء ومازهر كنت سخنت الماء وضفت له ونستعمل عطر رماء الزهر لحت عطر الزهر مع الماء ماء يغلي خليته مدة خمس سوايا بعد صفيته مليح من الماء ونحية وزنته ونحية وستين قرام عسل لدي بيكاربونات ونص مغرف خمير تلقاته ونص مغرف بيكاربونات ونحية 0.5 ملعقة بالفارينة لحت نصف ملعقة ونصف ملعقة عسل كما قلت لكم 70 قرام عسل وضفت لها 60 قرام كوكا ومحمص و 60 قرام حبيبة شوكولات و 60 قرام زبيب كما قلت لكم شمخته في الماء ومزهر من بعد ضفت الخميرة مع الفارينة او لفاني حتى تحصلت على هذا القوام تكون شوية طرية سنستعمل هذا القوالب سيليكون جاي اوفال حاولوا تلوحوا العجينة في المول وما تحطوش قد قد خليوا فيها شوية خميرة راح زيت تطلع يعني يخليوا شوية باش كي تطلع تولي قد العلوة على المول قد قد بعد نجيب هذا المول كنت وزنت الكوريات 25 قرام وحطيتهم في هذا المول وندخلهم يطيب واحدتان يحماروا ما يحماروش بزاو كي ما كنتش فوا هي الطرية بعد ما يطيب نحيوه نخليوا هي برد شوية بعد راح نجيب قفريت قفريت بما اني استعملت الشوكولات في الحلوة راح نستعمل قفريت بنكات الشوكولات ليحب لفاني دي لفاني عندي هنا الكوكاو حمصته ومرحي حمصته ورحيته هنا عندي كيلة بكيلة وعندي المعجون خففته بماء الزهر عندي كيلة غفريت مرحي وكيلة كوكاو محمص عفوان ومرحي ونجيب المعجون خففته بالماء الزهر يعني خففته مني ما خليته ش ثقيل نرمد فيه كما تشفوني اللوح في الحبات الحلوان تانا ونرمدهم في هذا الخليط تاع الغفريت والغفريت والكوكاو حتى نكمل كل الكمية هيا كي بعد ما كملتا كما راكم تشوفو هنا الشكل اللي جاي أوفال كفيه كي شغل حفرة من تحت ما بعد حتى تشوفو راح نجيب هذا القوالب بتاع البلاستيك اللي فيهم زينة هذا راح نستعمل فقط لرف الوسط جاي أوفال وراح نستعمل هذا الوردات للدائرية والأوفال راح نستعملها الأخر راح نجيب الشوكولات ذوبتها بدون أي إضافات لا زيت لا ما لوالو من بعد كما كم تشوفو دلحت الشوكولات في كيس حلواني وراني نعمر كما كم تشوفو ونحطها في المجمد نحطها مباشرة في المجمد مام هذا اللي فيه شكل وردة نعمرها بالشوكولات كما قلت لكم ذوبتها على حمام مائي بدون أي إضافات بعد ما جمدت نحيها نديموليها من هذك المول تاع البلاستيك ها هو كي الشكل بعد نجيب نديل قطارات صغيرة من الشوكولات باش نثبت هذك الموتيف تاع الشوكولات وهذا حتى هو نديموليه من المول تاع البلاستيك باش نحطه على الحلوة يعني في عجينة وحدة شكلت نوعين ندير قطارات من الشوكولات باش نلسقوا بها الموتيف اذاك تقدروا تديروا مام خطوط من بعد نروح لشكل الاوفال بما انه كين ثقف في الواسط راح نعمره بالمعجون ها هذي هي حلوة حلوة الكوكيز ان شاء الله هي البنات تتوفقوا في تطبيقها وان شاء الله كيتطبقوها تخليوا لي تعليق اسف الفيديو انه نجحتو فيه وعطوني رايكم مليح موش مليح رايكم يهمني بزاف هذي هي حلوة درتها لكم بما انه راح يدخل علينا عيد الفطن ان شاء الله يدخل علينا بصحة وعافية ان شاء الله هتجربوها وتخليوا لي تعليق كما قلت لكم انتي حبيبتي اللي دخلتنا اليوم جديدة اذا عجبوك الوصفات عجبوك تطبيقات وركي تتجربي سيجربي اي وصفة وصلحت لك وعجباتك القناة معليك غير ديري اشتراك وتضغطي على الجرس باش اي فيديو نحطه راح يوصلك باذن الله ما بقالي غير نقولكم صحاف طركم وطلوا في رباحكم واسنوني فيديو جديد حلوة مالح سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة